هذه الثقة بالنفس أنه يرفض اللعب على كل حال شكرا لك دكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها الشعب المصري العظيم يا صاحب ثورة 25 يناير 2011 أخاطبكم اليوم وأنا أعرف وأرى وأنتم الآن تنتظرون مني كلمة لتوضيح الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها إيه وإحنا بنعمل إيه دلوقتي كلنا عارفين ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 فساد تزوير انتخابات سرقات ظلم عدوان على الإنسان وكرامة الإنسان تأخرت مصر كثيرا بسبب النظام البائد الذي أجرم ومن كان معه في حق هذا الوطن احنا قمنا بثورة كلنا مع بعض ثورة عظيمة جدا ثورة سلمية كان فيها شهداء دمهم غالي علينا جدا لكن لم تكن ثورة دموية كان فيها مصابين جروحهم وإصابتهم ما بننسهاش لكن الحمد لله مرينا بمرحلة انتقالية واكتسبنا قدرة بإرادة حرة وعملنا انتخابات انتخابات رئاسية حرة نزيهة شهد لها العالم كله انها اول انتخابات في تاريخ مصر كان فيها ارادة المصريين واضحة وبرزة المصريين احنا في الانتخابات الرئاسية في مايو يونيو 2012 اللي فات اعلنوا بوضوح للعالم انهم اختاروا رئيسا بطريقة حرة واعلنوا طريقا واضحا نحب جميعا الحرية الديمقراطية العدل العدالة الاجتماعية انا يوم 29 يونيو يونيو 2012 خرجت معاكم في ميدان التحرير لكل اللي موجودين في الميدان وفي كل الميدين وبايعتكم على ان اصون هذا الوطن وان اعمل بكل طاقتي ليل نهار لكي يستقر الوطن ولكي ينمو ولكي نمتلك ارادتنا بجد ونستكمل المسيرة اقسمت امامكم وامام الله والعالم في يوم 29 يونيو 2012 القسم الذي اعتز به ورأيت في عيون الجميع في كل مصر رضا وقبولا وفرحة بعرس الديمقراطية يوم 29 يونيو 2012 ويوم السبت 30 كان القسم الرسمي في المحكمة الدستورية وفي جمعة القاهرة وفي الهيكستيب والقوات المسلحة بتتوّق جهدها العظيم وبتسلم السلطة بفرحة وبرضا لرئيس مدني مصري منتخب لأول مرة في تاريخ مصر ومضت الأيام خلال العام بذلت فيه كل ما أستطيع من جهد وفي خطابي اللي فات يوم الأربع اللي فات قلت لكم بوضوح لقد وقعت مني أخطاء ولقد وقع مني بعض التقصير ولقد رأيت الأمور أكثر وضوحا بعد عام من المسؤولية تحركت في كل الميادين ومع كل المخلصين لكي ننهض بمصر لكي تقف مصر بعد كبوة طويلة بسبب النظام الذي أجرم في حق مصر وأهلها أنا تحركت في كل اتجاه كما تعلمون شرحت ذا كتير آويليكم وواضح وأنا أردت وما زلت أريد أن تمتلك مصر إرادتها فلا يملي عليها أحد أبدا إرادتها ولا تسيرها قوة رغما عنها أي أن كانت هذه القوة أو أي أن كان مصدرها وأصر وأعلنت قبل ذلك أن مصر تمتلك إرادتها تنهض وتنتج غذائها ودواءها وسلحها وهذا أمر ليس سهلا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى تكامل ويحتاج إلى وقت لكن كما تعلمون أيضا والدنيا تعلم أن تحديات الماضي ظلت موجودة بنسب كبيرة بقايا النظام السابق الدولة العميقة الفساد الإصرار على بقاء الفساد الوضع الاقتصادي الذي ورثناه الديمقراطية التجربة الجديدة ده تحدي ما بيعجبش ناس كتير عايزين الفساد وفي الخارج برضو بعض الناس مش عايزين مصر تمتلك إرادتها أسهل قوي أن نبقى ماشيين في الركب بنسمع الكلام وخلاص لا ثورة المصريين ما كانتش ثورة جياع أبدا دي كانت ثورة امتلاك الإرادة دي كانت ثورة الحرية دي كانت ثورة العدل دولة القانون كانت ثورة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بجد على الناس تحديات كتير والإنجازات أيضا أنا شرحت لكم في كل الاتجاهات قبل كده احنا بنعمل ايه؟ تحديات كبيرة جدا تحتاج إلى وقت لكن هذا التحدي الفساد الدولة العميقة تابعي النظام السابق زي ما العالم كله بيقول في كل إحصائياته لاثنين وثلاثين عيلة اللي سيطروا على البلد ومصوا دم الناس هذا كله ما زلنا نحمل أوزاره ما زلنا نعيش معه بيعوق الشباب العظيم شباب مصر ولادي بجد عندهم مشاكل وأنا شرحت قبل كده ولهم حقوق كثيرة والفساد والتحديات بتاع الفساد وأظافر وبقايا النظام وعدم الرغبة في الانتقال والاقتتال من هؤلاء من أجل أن يبقى الحال على مكان عليه هذا مرفوض لكن مشاكل الاقتصادية وحركة هؤلاء في كل اتجاه وإحنا بنسعى وبنمنع وبنبعد لكن حجم التحدي كبير يريدون يريدون هؤلاء أن يعودوا أجل ما قلت برعايتكم أنتم مصريين لن يعودوا لن يعودوا أبدا المشاكل اللي موجودة اللي سببها الماضي وبعض التقصير مني ومن حركتنا وده أمر طبيعي بعد الثورات نبقى فيه اعتراض وأن يبقى فيه تأييد وإحنا دخلين في الديمقراطية منذ ذلك الوقت وبنحترمها وعملنا دستور دستور عظيم جدا تحدي كبير الناس بتاخد سنين طويلة عشان تعمل دستور احنا الحمد لله قدرنا نعمل دستور ويستفت الشعب عليه يوم 25 ديسمبر اللي فات 2012 وقرر الدستور بأغلبية فيها توازن محترم حوالي 64% ما يقرب من تلتين الشعب المصري خرج اللي خرج النعم لهذا الدستور أصبح عندنا مرجعية أصبح عندنا شرعية بإرادتنا رئيس منتخب دستور بإرادة الأمة بنشتغل طبقا لهذه الشرعية هذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها إن ما يبقاش بيننا وبن بعض كتاب ما يبقاش بيننا وبن بعض أبدا اي نوع من أنواع سفك الدم اللي احنا شفناه اللي موجود دلوقتي إن هناك من يستغل غضب الشباب وهذا مشروع وطبيعي في ظل الشرعية والديمقراطية أستمعوا إليه أتحركوا نحوه عايزوا يكون موجود لكن قوى الإجرام القديم برمزهم اللي انتوا شايفينهم بيبرزوا برؤسهم الآن مش عايزين الديمقراطية الديمقراطية مش هتجابهم لو رحوا للشعب حيلفظهم مش هيقبلهم اتعودوا على التزوير اتعودوا على تهميش الناس اتعودوا على مص دم الناس اتعودوا يلموا الفلوس ومع كل أسف يبعثوها بر فمش قادرين ما يعرفوش الديمقراطية يعني ولا حرية الرأي يعني هؤلاء يستغلوا غضب الشباب المشروع وايضا بعض ابناء مصر الكرام اللي حاسين بان فيه مشكلات اقتصادية وزعلانين منها وانا بأقدر هذا الزعل جدا هؤلاء يستغلون هذا الغضب وهذه المشاكل عشان يوظفوا بعض اتبعهم لكي يحدثوا الفوضى ويرتكبوا العنف ويقتلوا الناس ويزيروا شغبا يبان كأنه ملتبس في بعضه لكن ليه العنف ده ما بيظهر شيء إلا في المواعيد اللي بيحددوها وفي الوقت اللي بيختروه ليه العنف ده ما بيظهر شيء إلا لما يعلنوا إن احنا راحين بالعافية نغير النظام نلغي الديمقراطية مش عايزين شرعية ما العايزين إيه؟ شرعية ديه هي الضمان الوحيد علشان نحافظ على بلدنا ونمنع سفك الدماء وننتخل إلى مرحلة جديدة الوضع ده ظاهر جد عشان كده أنا بقول لكم لأبناء مصر المعارضين بس الحقيقة مش حقدر أقول ده لسفاك الدماء مرتكب العنف ديول النظام اللي فات لا كلام ده للمعارضين الشرفاء اللي بيحترموا الديمقراطية اللي عارفين يعني إيه شرعية اللي بيحترموا الشرعية أقول لهم مصر مصر دي ملكنا كلنا ألا أنتوا عارفين كل العالم وأنتوا كلنا عارفين محمد مرسي لم يكن والآن ليس حريصاً أبداً على كرسي هذا كلام لا قيمة له عندي على الإطلاق يعلم رب العباد هذا الأمر بيني وبينه ومعكم لكن ما ينفعش الشعب يكلفني الشعب يخترني اتخابت حرة نزيهة الشعب عمل دستور يكلفني في دولة موجودة بتنتظر مني أن ألتزم هذه الشرعية أن ألتزم هذا الدستور أن أحافظ عليه أنا ما عنديش خيار أن أتحمل المسئولية أنا متحمل المسئولية كنت وما زلت وسأغل دماء المصريين غلي علي جداً 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 ضد من يحاول بأي شكل أن يريق هذه الدماء أو أن يوجد فتنة أو أن يرتكب عنفاً أو خطأ أن يؤدي إلى هذا العنف ولذلك رسالتي إليكم جميعاً إلى زي ما قلت المعارضين الذين يحرصون على الديمقراطية وعلى تداول السلطة وعلى الشرعية أني متمسك بهذه الشرعية وأني أقف راعي وحامياً لهذه الشرعية وإلى المؤيدين أيضاً الذين يحترمون الشرعية ويحبون الديمقراطية وكالمعارضين الشرفاء يريدون الخير لمصر والحرية لأبنائها والعدالة الاجتماعية والنمو والتنمية ومصر الحديثة صاحبة المساحة الكبيرة والتاريخ العظيم والاعتقاد العظيم والصلة بالسماء والرجال الكرام والنساء الفضليات والأعراف والأخلاق والموارد والظلم الذي وقع ونزيله والإجرام الذي جرى ونقضي عليه والفساد الذي يريد أن يبقى ونزيحه بإرادتنا أقول للمؤيدين كما أقول للمعارضين حافظوا على مصر حافظوا على الثورة الحافظ على الثورة اللي احنا اكتسبناها بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسيرتنا سنتين ونص حفظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا معارضين اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة الحجة الكتير والسحرة كتير والتحدي كبير وانتوا قادرين توجهوا هذا ازاي نحافظ على الثورة ازاي ما تتسرقش مننا الثورة أنا قدامكم ثورة 25 يناير وتحقيق أهدفها كاملة والحفاظ على الشرعية تمن الحفاظ عليها حياتي حياتي أنا أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم أنا عايز أحافظ على الأطفال ولدنا اللي حييجوا يكبروا بعدنا أنا عايز أحافظ على البنات حيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولدهم إن أباهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم أنا عايز أحافظ على النساء على الرجال على الجيش الجيش المصري دي ده بنناه كلنا بعرقنا بدمنا بمواردنا إحنا عايزين وجيش قوي أنا عايز ولادي يمتلكوا كل إرادتهم وسلحهم والشعب من وراهم أوعوا أبدا مؤيدين أو معارضين تسيئوا للجيش المصري أوعوا أوعوا المطب ده لأن الأعادي وإنتوا عارفين الأعادي عايزين كده حفظوا على الجيش معايا حفظوا على الجيش لأن ده رصدنا الكبير حفظوا على الجيش علشان ده خدنا وقت طويل عشان يبقى بالشكل القوي وحناخد وقت أيضا عشان يبقى أقوى وأقوى أوعوا أبدا توجهوه أو تستخدموا عنف معاه أبدا أبدا أنا رئيس مصر بقول لكل المصريين أوعوا لا عنف بينكم وبين بعض ولا عنف أمام القوات المسلحة أبدا ولا عنف قدام الدخلية ولا قدام رجال السرطة لأنه مسؤولين عن الأمن الداخلي أصبهم حاجات كتير زي ما أنتم عارفين بنحاول أنهم هما يعودوا مش كما كانوا كانوا مظلمين لا يعودوا إلى اللي مفروض يكونوا عليه أمن الوطن في رئابتهم استقرار الوطن منع البلطقة تنفيذ القانون تنفيذ الأحكام السهر على المواطن دي مسؤولية كبيرة زي ممنون الجيش بحافظ على أحدودنا وعلى أن بلدنا مستقر بياخد كل ما يحتاج إليه قدر ما نستطيع هذا أمر مهم مهم جدا مهم أننا ندرك كلنا أن العنف وإراقة الدماء هذا فخ إذا وقعنا فيه ليس له نهاية يسعد أعداءنا زي ما بيقولوا يبقى يا فرحة عدونا فينا لا نصبر ولا نصبرن على ما آذيتمونا يبقى شعارنا كده نصبر على بعضنا البعض أنا عايز أقول شوية نقاط واضحة للجميع لكو لأبناء مصر للجيش للشرطة للعمال للأسذة للقضاء لكل ألوان الطيف لكل أبناء مصر للفلاحين للموظفين للجوة للبرة للرجال للنساء للمسلمين للمساحيين لأهل مصر كله أولا لا بديل عن الشرعية الشرعية الدستورية الشرعية القانونية الشرعية الانتخابية القانونية التي أفرزت رئيسا منتخبا لمصر لأول مرة في تاريخها وشعبها رضي على كده البعض بعرض لا بأس بيؤيد ماشي نعمل إيه مع بعض عزيني بقول لكن لا بديل عن الشرعية الشرعية الدستورية الشرعية القانونية الشرعية الانتخابات التي جرت في العام الماضي منذ عام وكلفت رئيس الجمهورية بإرادة الشعب أن يقوم بدوره وواجبه القانوني والدستوري وطبعا الشعبي ده نمرة واحد نمرة اثنين في إطار الحركة اللي موجودة في الشارع منذ مدة طبعا هو الاحتجاجات والتظاهرات والمليونيات لم تنقطع طول العام ولكن لما بيبقى إطارها سلمي ما فيش مشاكل أسمع أنصد أشوف الموضوع أتفاعل أخذ قرار أتحمل مسؤوليت لكن لما الأمر يبقى فيه هذه الحدة وهذا الاحتدام والقتل والعنف والبلطقة وتزوير الواقع والحقائق بهذا الشكل لازم يبقى فيه حركة مني كمسؤول كرئيس للدولة تجاه هذه الحركة ولذلك سمعتموني منذ مدة أقول أني أدعو إلى الحوار وإلى لجنة مصلحة وطنية عامة وإلى دعوة الجميع ومستعدة أن أذهب إلى كل واحد أفراد وجماعات وأحزاب وأن أتحاور وأما نصل إليه نطبقه هذا كلام قلته كثيرا الأمر منذ أيام أيضا تبلور في شكل مبادرة نقلتها إلي بعض الأحزاب وبمعرفة الحكومة رئيس الحكومة وأيضا مؤسسة القوات المسلحة وقيادتها وهذه المبادرة فيها تغيير الحكومة وتشكيل حكومة اقتلافية من الطيف الوطني فيها تشكيل لجنة قانونية مستقلة متوزنة لإعداد المواد الدستورية وإحنا كان فيه قبل كده مواد دستورية اخترحت علشان رئيس الجمهورية يقدمها للبرلمان القادم المنتخب طبقا للدستور بحقه الدستوري عشان البرلمان يتناولها لكي يؤهلها للتغيير أو التعديل أو الإضافة فبنبلور الموضوع بهذه اللجنة في المبادرة أيضا دي لازم ناخد انتخابات القادمة إن احنا بالناشد المحكمة الدستورية المبادرة قالت كده بالناشد المحكمة الدستورية أن تنتهي وبسرعة من قانون الانتخابات علشان مجلس الشورى يقره ورئيس الجمهورية يصدره مباشرة ثم نمضي بإشراف القضاء واللجنة القضائية المعنية بالأمر لإجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة وضمان كامل لهذه الانتخابات أن تعبر عن إرادة المصرية في المبادرة أيضا موضوع النائب العام النائب العام كان في المبادرة من أمس أو الأمس منذ أيام أنه يتحل الموضوع في الإطار القانوني والمحكمة النهاردة أصدرت حكم يجري الآن دراسة كيفية التنفيذ من خبل الجهات القضائية المختصة علشان المشكلة تتحل ودي خلاص أيضا المبادرة فيها أننا نتفق كلنا عشان نعمل الانتخابات في ظل الشرعية الدستورية القائمة يحدث نوع من التهدئة وإعطاء الفرصة لمدة ست شهور حتى تتم هذه الانتخابات أيضا فيها تمكين الشباب ليكون شريكا حقيقيا في القرار بتفاصيل فيها أيضا تكوين اللجنة العليا اللي طلحتها أنا قبل كده للمصالحة وتكوينها وترتبها من كل الاتجاهات فيها وضع منثاق شرف إعلامي علشان نقول للإعلام وإنت جزء من الوطن ده تبني معانا عشان نقول للإعلام كفى كفى ما فات نبدأ صفحة جديدة ما فيهاش أي نوع من أنواع المزايدة ويبقى الهدف تحقيق مصلحة مصر وينبطل اللغة اللي أتعبت الناس من كتر ما بتسمعها طبعا وسائل الإعلام بعضها جيد وبعضها بيعمل حاجات مخلفة لكن بنون مساق شرف للكل أيضا كان فيها عمل إطار كبير واسع للعدالة الوطنية وكيف تتحق هذه المبادرة لما قدمت إلي من بعض الأحزاب الموجودة على الساحة وافقت عليه وقلت نمشي فيه وكان ذلك بحضور معي رئيس الوزراء وأيضا وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وقلنا نشتغل كل واحد من جهته بحيث يجتمع عليها معظم الناس اللي موجودين على الساحة من المؤيدين والمعارضين ودي طلبات كانت موجودة على الساحة لضمان المسيرة في إطار الشرعية الدستورية القانونية اللي احنا فيها دلوقت ردود الفعل التي وصلتني عبر القنوات المختلفة سواء من خلال الحكومة أو بعض الأحزاب اللي عرضت المبادرة أو القوات المسلحة اللي بتسعى لكي يجتمع هؤلاء مع بعضهم البعض ردود الفعل قالت الناس مش موافقة المعارضين مش موافقين إذن أمام هذا العمل وأمام هذا الوضع وأمام ما أراه من تحركات هنا وهناك وما أعرفه من حقائق على الساحة رأيت أن أقرر أمامكم ما قلته في أولا قبل أن أعرض لكم المبادرة أنه لا بديل عن الشرعية والتمسك بالشرعية مع بقاء الأبواب مفتوحة للحوار وللقلوس على مائدة الحوار ولرعاية كل المقترحات ولتفعيل هذه المبادرة بكل السبل وبأسرع ما يمكن أما الشرعية الدستورية والدستور القائم والقانون المعمول به في كل الاتجاهات والانتخابات التي كلفت رئيس الجمهورية وما زالت لا بديل عن ذلك هذه الشرعية هي الضمان الحقيقي بل الوحيد لكي نضمن عدم ارتكاب عنف لنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق وأعداء الثورة الثورة المضادة اللي عايزة ترقعتاني وانا زي ما قلت بوعيكم ووجودكم لن تعود هذه القوى أبدا مرة أخرى لن تعود اذا أنا معكم أنا واقف أمامكم أنا بكم جميعا أنا مستعد دائما للحفاظ على الشرعية والتمسك بهذه الشرعية لا بديل عن الشرعية لا فيش بديل تاني وأنا أقول للجميع من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه سيرتد عليه بغيه لأنه سيسلك مسلك إذا سلك غير الشرعية وبالتالي يخطئ وربما يجر الوطن في اتجاه خاطئ جدا سيئ جدا فخ يحدث فيه أشياء سيئة لا نحبها لمصر ونرجع للمربع الأولاني تاني وبعدين تتكرر الدورة ويضيع الوقت ونضيع الفرص ونبقى دولة وشعب جت لنا فرصة ممكن نضيعها مستحيل لا يمكن إن شاء الله نضيعها ربنا ما يضيعش مصر وأهله ربنا وعد أهل مصر دايما الخير ووعد اللي بيبذل الجهد إنه يفقوا سبحانه وتعالى بحسن العمل إلى ثمار وجني ثمار في الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة دي مهمة عينينا عليها كلنا هنتحاسب كلنا وبالتالي مصر الآن بهذا الشكل تقف شامخة عظيمة قوية بأبناءها تحافظ على الشرعي رئيسها يحافظ على الشرعي لا يملك غير ذلك ويحب ذلك ويحرص على ذلك وينفذ هذا بكل وضوح شرعية دستورية الدستور لا يملك أحد الحق على الإطلاق كأنا من كان أن يستخدم أي نوع من أنواع الكلام أو القوة لا قدر الله أو غير ذلك لكي ينفذ أو يوجد شرعية أخرى لا بديل عن الشرعية الدستورية القانونية الدولة المصرية القوية الفاعلة بشعبها بأبنائها باختيارهم بحالهم بالنهوض والانطلاق إلى مستقبل أفضل إن شاء الله أؤكد لكم أن الغد أفضل من اليوم وأن التمسك بالشرعية هو طريقنا وأن التمسك بالشرعية هو الذي سيقينا من أي فخ ومن أي منحدر ومن أي بداية لطريق في اتجاه غامض لا نعرف آفاقه ولا نعرف آخره نفق ضيق نرجع له تاني نخش فيه مش ممكن مستحيل التمن يبقى كتير التمن الآن إرادتنا بنملكها التمن الآن أولدنا وأبنائنا بنتنا مؤسستنا نحفظ عليها التمن ده كبير إن إحنا ناخده ونحطه في نفق مظلم أنا بأوجه رسالة حب وبأوجه رسالة تقدير لكل أبناء مصر مهما اختلفت مواقفه بين معارض ومؤيد لكني أدعو الجميع إلى التمسك بالشرعية معي إلى أن نبقى واقفين للحفاظ على هذه الشرعية إلى أن نثبت للعالم أننا قادرون بالديمقراطية بالوسائل السلمية دون عنف أو سفك دماء لا قدر الله نقف بسلمية كاملة لنحافظ على الشرعية هذا واجبي هذا حقكم بس كل ده واجبنا كلنا مؤسسات وزارات أبناء الشعب كلنا الشرعية بعد الله سبحانه وتعالى هي الواقي هي الواقي الحقيقي لنا من أي أخطاء في المستقبل لا أسمح ولا أرضى بأن يخرج علينا من يقول كلاما يخالف الشرعية أو يتخذ خطوات أو إجراءات تهز هذه الشرعية هذا مرفوض هذا مرفوض هذا مرفوض أنا بأعلن باسم الشرعية التي أوجدتني في هذا المكان أن مصر ماضية بشعبها ومؤسساتها ورئيسها بالشرعية ولا بأي شيء غير ذلك نتحاور نختلف نختلف لكن نتحرك إلى الأمام نعمل انتخابات الناس تحط جهدها في الانتخابات الدستور اللي احنا كلنا بنؤمن بيه ونحترمه بيقول إن الحكومة اللي جاية بعد الانتخابات ملك البرلمان ولديها صلاحيات أكثر من صلاحيات رئيس الجمهوري فلننتشر في الشارع ومع الناس نقنعهم نقنعهم نقول لهم مشارعنا نوجد حالة حضارية حقيقية لاستمرار الدولة المستقرة المدنية الحديثة دولة القانون ودولة الدستور الأولى بالحفاظ على الوطن هم من يضحون من أجله والتضحية لا تكون بأن يضحي بعضنا ببعض لا إذا كنا بنقول إن احنا ممكن نموت من أجل وطننا أيوة بس داءه دامي الأعداد احنا لما نعلم الجهاد بنعلن ضد الأعداء خارج الوطن احنا لا نعلن جهاد ضد بعضنا البعض ولا بنعلن حرب وتضحية ضد بعضنا البعض احنا بنضحي كلنا من أجل بلدنا وأنا أولكم إذا كان الحفاظ على الشرعية تمنه دمي أنا فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصا في سبيل هذا الوطن واستقراره حسبة لله سبحانه وتعالى حسبة له سبحانه وتعالى اوعوا حد يضحك عليكم اوعوا تقعوا في الفخ اوعوا تفرطوا في الشرعية مش علشاني ده أنا حارس للشرعية ده أنا بوضح لكم واللي قلت في الخطبة اللي فاتت يوم الاربع اللي فات من بعض التفاصيل قليل من كثير ده التحديات كتير قوي لكن التحدي الأكبر ان احنا نبلع طعم اي واحد فينا ونقول كلام او نتخش افعال او نرتكب يعني مخالفة للشرعية تعتبر بحكم الشرعية القائمة جريمة وناخد البلد في اتجاه خطأ ناخد البلد في اتجاه مظلم ناخد البلد في اتجاه يفرح فينا عدونا عليه وما نوصلش الحاج ونرجع تاني نكرر ونكرر ونكرر لا هذه لحظة فارقة انا بقى فيها عشان اقول الشرعية والشرعية فقط الدستور والدستور فقط الانتخابات وصندوق الانتخابات وهذا فقط المعارضة على العين والرأس الحوار كان وما زال وسيبقى موجودا المبادرة ومحتويتها وتغييرات كتير في ظل الشرعية وباحترام الدستور والقانون والارادة الشعبية نعم وألف نعم وأهلا وسهلا ومن الآن غير ذلك يكون مني تفريط وعدم قيام بالمسؤولية كما ينبغي وعدم احترام للدستور وعدم القيام كحكم بين السلطات وأنا لا أرضى لكم ولا لنفسي هذا بل كما قلت ليس المهم الشخص ولكن الأهم هو الوطن ليس المهم بعض الناس أو حتى مؤسسة وإن كنا نريد أن نحافظ على كل المؤسسات لكن الأهم هو الوطن هو مصر هو مستقبل أبنائنا هو مستقبل بنتنا هو مستقبل قشنا هو مستقبل شرطتنا هو مستقبل صناعتنا وحد يضحك علينا مش هنسمح لحد يضحك علينا اعلموا أن الأمور تجري بمقادير وأن الله غالب على أمري وأن الله لا يريد لنا ولكم لا يريد الله ولن يريد لهذا الوطن وأهله إلا الخير هذا أملنا وهذا يقيني في الله سبحانه وتعالى وهذا معرفتي بكم وهذه درايتي بالعالم حولنا نحن أبناء مصر جسد واحد يجب أن نكون إرادة واحدة ينبغي أن تنهض ثورة واحدة نمر بمرحلة انتقالية نحو تنمية حقيقية استقرار وشرعية وديمقراطية ودستور وانتخابات وتدول سلطة حقيقي هو دا اللي يجب أن نفعل هذا أمر أردت أن أوضحه لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام يا أهل مصر في كل مكان يا من تقفون الآن في ميادين مصر وفي شوارعها وفي البيوت تستمعون إلي قلبي على وطني ينفطر وإرادتي مع أهلي مع وطني أهلي على فكرة أهل مصر كلهم إرادتي معهم حديدية لا تتزحزح خطوة واحدة إلى الخلف أو إلى سرداب أو نفق يمكن أن يأخذنا إليه البعض هذا مرفوض هذا مرفوض وأي قرار أو أي اقتراح أو أي شيء يصدر مخالفا لهذه الشرعية فهو يخالف إرادة هذا الشعب لأن إرادة الشعب لا يمكن أبدا أن تنتق من فصيل دون الآخر تنتق بانتخابات تمت وانتخابات ستتم وانتخابات أخرى بعد فترة يقررها الدستور وقررها للرئاسة تتم لحسم الموقف أريد لكم وأتمنى لكم كل الخير جميعا وكل التوفيق جميعا وأرى المستقبل أفضل بكثير وأراكم تمرون من هذه المرحلة بأمن وسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لنتذكر جميعا الله سبحانه وتعالى هو يخاطبنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أحييكم معكم إلى منتهى الشوط الشرعي إلى منتهى الحفاظ على الشرعية معكم أمضي ومعكم أبقى وبكم نغير الواقع إلى مصر الجديدة إلى مصر الحبيبة التي نحبها في المستقبل القريب مستقرة قوية منتجة عظيمة كما كانت وتبقى رغم أنف الذين ظلموها ورغم أنف الذين يحاولون عبثا أن يجروها إلى اتجاه آخر أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين قوية عبت من القبيلة والسلام عليكم كنت عند